طيب دكتورة كيف يمكن للفراغ انه يدهور حياة الشخص يعني سواء كمراقبة او فراغ فعلا يعني خلنا نتخيل انه انت كنت في الفراغ كنت في حالة المراقبة في البداية بتراقب تقول انا ليش قاعد كذا ايش الوضع كم فلوسي ايش ما عندي فلوس ليش انا مو ناجح اه ليش فلان عنده فلوس ليش فلان ناجح اكثر مني فابدأ ادمر نفسي وادمر الاخرين بهذا الفراغ ممكن الفراغ يعني يوصل الى هذا الفراغ طيب دكتورة يمكن اغلب الناس مشغولة فعلا بعملها بس في ناس يعني عاطلة عن العمل او مثلا ما تبحث عن العمل كيف هذول الناس انه يقدروا يشغل نفسهم بطريقة كويسة يشغلون انفسهم وفقا لقيامهم اذا مثلا عندي قيمة الصحة خلني افكر كيف ممكن اخدم الناس في موضوع الصحة كيف ممكن اقدم الناس شي في موضوع الصحة كيف ممكن اقرأ في موضوع الصحة عندي قيمة ثانية مثلا عندي قيمة الحب كيف أعطي الناس الحب كيف أفهم الحب كيف حسب القيم اللي عندي أنشغل فيها نعم يمكن دكتورة هذا البحث كان يعطينا إيجابيات عن الانشغال والإنجاز ولكن نسمع إحنا مصطلح أنه دائما لما نتكلم أحد مثلا أنه بنشوفه أو نطلب من عنده شيء يقول أنا مشغول مثل إنسان يعني أو كيف الإنسان يقيم الانشغال اللي هو فيه هل هو قادر مثلا يسوي له هولد ويروح ينجز مهمة أخرى ويرجع ولا هو يعني كيف يتعامل مع الانشغال والواجبات المحيطة فيه